أعطي الكلمة وفاء اليزيدي أعطي الكلمة لوفاء اليزيدي وستحدثنا عن وضعها أتيت الآن منذ من الولايات المتحدة الأمريكية وكنت في هوستون منذ ستة أشهر حينما تكتشفوا بأن الذين مرضاً وراتياً يحتاجوا إلى الدواء والآن لازلت التعرأة وقوم بعملية الاستشفاء طبعاً هذا غير حياتي كلية وأنا طبعاً وأتيت هنا فقط من أجل تقديمي وجهة تجربتي الأمر هذا المرض يحتاج حالة ذهنية بعيدة عن الضغط عبر الوضعية التي مررت بها أيها سيدة والسادة الأعضاء البرلمان الأوروبي أنا هنا لتقديمي آلاف الحالات الأمهات الذين يواجهون قضية نتائج الحصار أنا أمرأة قطري مطلقة لذي ثلاث أطفال من زوج بحري الجنسي والذي عاش معي حياته كله في قطر وفي أوروبا خلال دراسة الجامعية وطبعاً كنا سنحصل على إقامة دائمة في أوروبا كنت حياتنا سليمة وساوى هادية وكنت دائماً سعى إلى أن أقوم بهذا الأمر أن أقوم كأم وكأب وأوروبا قد ساعدتني في محاولة تربية هؤلاء الأطفال وهم يحترمون الحرية ويحترمون حرية التعبير وحرية الأرى وأنا أحاول كما هو العادة في دمجل الزعون الخليجي أن هناك طبعاً علاقات زواج تاني نحن نعيش حياتنا جميعاً نشعر بأننا نفس الأسرة عبره ولو حتى من جنسيات مختلفة وجنسيات مختلفة ليس هناك من حواجز وليس أن يكون هناك زواج بين محريني وأماراتي وقطري لكن هذه السياة الديولوجية التي ظهرت للتوغ داخلها ظهرت فجأة في دول الخليج منذ بدء الحصار ضد قطر وقد علاقة دفلماسية منذ اليوم منذ ذلك اليوم تغيرت حياتي كلية وأصبحت صعبة أطفالي لم يعودوا قادرين على التواصل مع أسرهم في البحرين وحتى أسرهم في البحرين لم يكن بإمكانهم التواصل مع أبنائهم في القطر لأنهم يرفضوا أي شكل من أشكال التواصل مع أبنائهم لأنهم يتعاطفون يقضعون لقانونهم ويعتبرون أنفسهم أيضا جزءا من هذا القانون لقد فقدنا الشيء الكثير من الأصدقاء وفقدنا أيضا كثير من الأقرباء ذلك نجرى هذا القانون والقانون الذي فرق بيننا وليم يستمح لنا بالنظورة بعضا للبعض والنظورة مكة وأن نقوم أيضا بعلاقات جيدة فيما بيننا حتى هناك أشخاص الذين لا يكون لديهم بإمكانهم اقتسام حفلات العزاء لأنهم لم يتم استماح لهم بمرور عبر الحدود وفي نفس الوقت فين أطفال الذين تكبروا في أوروبا وقاموا وتربعوا على قيم الحرية والاحترام القانون صدموا بأنهم لم يعد بهم كأنهم تم يسيتم عقبتهم لأنهم عبروا عن مشاعرهم تجاه الحصار وأنهم يرفضون أن يعيشوا في خارج قطر أنا متأكد منكم الكثير منكم بما قد يشعروا بوضعيتي وفي الواقع أنا يجب أن نواصل إلى استشفائي ولربما سيتم مقابولي الآن في مستشفى أقر وربما خوفا من أن يتم مضاعفة وضعيه منذ خمسة أشهر فإن أصفالي أطفالي لم يكن يعد بهم كأنهم في زيارتي لأنني أخاف ربما سيفقدون جواز الصفر وفي الواقع فإنهم لم يكنوا يمكنهم أن يقولوا في كل سنة أسبوع في المستشفى ما جعل هذا السيناريو حياتنا أكثر صعوبة هو أن جوازاتهم ستنتهي صلاحيتها قريبا وأنا لا يمكنني أن أقوم بتجديد هذه الجوازات لأن الحصار يحول دون ذلك وأنا أعرف جيدا كيف مشاعر هؤلاء وكيف يمكن أن يبقوا مع أمهاتهم عبر تجارب أمهات أخرى وللتواصلتم معهم ويعيشوا نفس الوضعية ونفس الوضعية مرأة واحدة قالت لي كانت تربي منها في التاسع عام العمر وأن بعد نهاية أو بعد انتهاء صلاحية جواز الصفر لم تتمكن من تجدده وحتى الآن لم تستعد طفلها والسبب هو أن الأمر تحتاج إلى وقت من أجل تغيير هذا الجواز الصفر والأم لا تستطيع أيضا السفر إلى هناك هذا هو الوضع كما شرحته لكم اليوم وأنا أظن بأنني قد اكتفيت أنا مريضة وأشعر بالتهديد وأنا الآن أفكر طوال الوقت بأبنائي وفي نهاية العام ما الذي سنقوم به وما الذي قد يكون ويخفيه لنا المستقبل أنا وأبنائي سيداتي وسادتي من هذه المنصة أنا أدعو كل أعضاء البرلمان وخاصة النساء منهم وأنا متأكد بأنهم يشعرنا بما أشعر به كامرأة مطلقة مريضة بعيدة عن أبنائي لا أستطيع وحتى دون خياري إنما قصرا أن أراهم وأنا مهددة بفقدانهم في كل يوم أنا أرجوكم جميعا أعضاء البرلمان الأوروبي أن تقدموا موقفا داعما لنا نحن الأمهات وطبعا لا دنبى لنا في هذه المشكلة السياسية ونحن لنا حقوق ولدينا حق تقرير مصيرنا وحق الكرامة وحق أيضا بأبنائنا شكرا لكم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر